كابتن إبراهيم حسن بيقولك في ناس ضحت في النادي الأهلي وإحنا سيبنا يعني فلوس وأوروبا وكنا مكسرين الدنيا ورجعنا وسبنا فلوس كتير وكنا بناخد في سويسرة 8000 و 10,000 دولار ورجعنا ناخد 650 جنيه لا أنا المسيج بتاعتي ما بسسنوش حد خلص يعني طبعا أنا كابتن إبراهيم عارف تأدير اللي واحترام اللي وكده لكن أنا دم فهمي مش أغيره فيش حد في النادي الأهلي ضحها غير واستفاد أي أن كان من أول كابتن صالح سليم نفسه من أول عظماء التاريخ اللي في النادي الأهلي كل الناس استفادت من النادي الأهلي يستفدت مدياً يستفدت مكانة يستفدت أدبياً يستفدت استمرارية يستفدت إسم إحنا موجودين هنا ليه إحنا الثلاثة كابتن حماد بطلت بالك أدي إيه حاجة عشرين سنة طيب لسه اسمه يعني نجوميته كلها بالنادي الأهلي أعلم أسمعك أكرمه لك يمكن ده ده موجودة تضحية يعني يعني مش هاب في تضحية بص يعني أنا للوقت مثلا سنة واحدة حماد معلش وأنا بالوقت أقول مثلا أنا ضحية إن أنا لعبت سنة على غضروف ما أطوع في رجبيتي وما لا طب فضل النادي الأهلي على أي حد ضحى ما ضحهاش أيو بس الشرف بس أنا عرف إن كابتن حسان وكابتن ونهيم ضحى بفلوس كتير ماشي أنا معاك عشان يرجعوا النادي الأهلي ماشي أنا معاك على فكرة بس النادي الأهلي يعني أكيد هيستفاد منه كتير أو مش مديا كفاية بس أنا دايب أقولك كفاية إنك أنت منتمي للنادي الأهلي بس دي ما يسويهاش حاجة خالص انت معاك للنادي الأهلي دي حاجة معاك إلى ما شاء الله لكن مفيش حتة لا بس نكمل دي علشان كابتن أبراهيم بس يعني أنا هنا بتكلم ده أنا مش هحب كابتن أبراهيم أكتر من نفسي أنا قلت لك بي ما فيهم أنا يعني والوضع طبيعي ده مفهومي لو حد عنده حاجة تانية ممكن يقولها يعني لكن في النهاية أنا زي ما قلت لك كل واحد كل واحد عشان خاطر النادي الأهلي هو استفاد كبير جدا أو استفاد استفادة عظيمة جدا من أكبر الناس الأساطرة اللي موجودة في التاريخ في النادي الأهلي حساباتك بقى ممكن شوية تتأثر سنة يعني يجي لك عقد برة أوكي يجي لك عقد خارجي يجي لك عقد داخلي أعلى شوية لكن أنت بحساب زكي شوية بتختور الاستمرارية واللي ما بعد الاعتزال ما بعد الاعتزال وده مهم جدا تمام